السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير اليوم رح احضر معكم وصفة طبق مقبلات على السفرة جدا مميز قليل السعرات وشاهي وبسيط مكوناته الاساسية هو مكون واحد وهو لب الكوسة بالفيديو السابق حضرت مخشي الكوسة فاخدت اللب واحتفظت فيه لثاني يوم اليوم رح احضره معكم بالنسبة لوصفة المخشي رح اترك لكم طريقتها بسندوق الوصف الطبق عن جد مميز ويستحق التجربة وان شاء الله انكم بتطبقوا وبطلع معكم شاهي بالنسبة للوصفة طبعا اذا ما بديك تستخدمي بنفس اليوم ممكن انك تحطي بتبربر محكم الاغلاق والفريزر وتطلعي وقت الحاجة انا حضرته بالتلاج لانه تاني يوم رح اعمله وطبعا هون ضفت اللب في مقلاي بدون اي اضافة دهن او زيت بنزل كل الكمية اللي عندي وهي انا كمية بسيطة كنت انا اتنين كيلو من الكوسة حباتهم صغيرة برفعها على نار جدا هادية ما برفع الحرارة لاني ما بديها تحترق حتى تنزل منها شوية سوائل وتترى وتستوي فمجرد يعني سبع دقائق بتكون جاهزة شوفوا انا هون بديت اعمل لها عملية حرس حتى تكون جاهزة معي لما اضيفها بعد هيك بطفي عليها النار وبتركها لتبرد تماما يعني ما بستخدمها للمتبل الا لما تكون باردة لانه طبعا تعرفوا اي مقبلات طبعا ضروري انها تكون باردة هلا بنيجي على تحضير السوس اللي راح نعملي الهيئة هو عبارة عن كوب من اللبن الزبادي مع ثلاث ملاعق من لطحينة ضفت لهم ملح طبعا حسب رغبتكم وضفت كمان ملعقة صغيرة من مهروس الثوم وضفت لهم عصير حبة ليمون وكمان الليمون حسب رغبتكم بقلب بالدريسنج مع بعض كثير منيح لا يندمج معي وما يضل عندي اي تكتل لطحينة مع اللبن هيك صار جاهز ولب الكوثة جاهز وبارد بنزل الكمية مباشرة على السوس اللي حضرناها بالنسبة للكمية اذا انتو شفتوها هيك ضمرت وصارت كمية قليلة وبسيطة بس فعليا هو المقدار ما شاء الله برجع يعطيكم كمية كبيرة مع السوس عنجد عنجد طبق مميز يستحق التجربة خصوصا اذا كنتم من الاشخاص اللي بيقللوا سعرات فهذا الطبق مشبع وما فيه اي عملية قلي او زيوت وصحي مية بالمية جربوه ان شاء الله انه بنال اعجابكم لا اول مرة بتزوروا قناتي احملوا اشتراك وضغطوا على الجرس فعلوا على الكل حتى يوصلكم اول باول كل جديد بنزل على القناة مني انا ام احمد شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في امان الله انتظرونا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة فكرة وطبخة مع ام احمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة